اشتركوا في القناة السيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد الرئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم سيد وزيل او المحترم سيدات السادة الوزراء زاملات زملاء النواب اسرى الاعلامية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدئة بدء طبعا نهني الطاقم الحكومي على التقى التي وضعت فيهم من طرف رئيس الجمهورية سيد الرئيس سيكون تدخل اجتماعي بحث تقريبا تقديم خطط الحكومة في الحقيقة من طرف الوزير الاول وهو لتدسيل برنامج الرئيس الجمهورية ومن خلاله تلبية احتياجات المواطنين سأتكلم ما هي احتياجات المواطنين كمواطنة تكلم المواطن ماذا يحتاج؟ بدأت بدء يحتاج العمل يحتاج السكن يحتاج التربية يحتاج الصحة يحتاج القدرة الشرائية يقدر يقوت ولده يحتاج كذلك الترفيه انا نظن اذا الحكومة الحالية استطعت ان تلب هذه الحاجيات نقدر نقول بان 70% او 8% برنامج رئيس الجمهورية راه جسد وخاصة وان البرنامج جمهورية اللي موجود فيها النقاط لو تجسد انا نظن راح ننتقل الى مرحلة اخرى الى مرحلة اخرى لان في الجزائي الى حد الان انا قل الازمة ليست سياسية الازمة راه اقتصادية سيد وزير الاول بزاف الناس حبوا يقولوا بان ازمة سياسية لازمة اقتصادية نهضر على السياسة ونسينا الاقتصاد رانا غارقين سيد وزير الاول انا نظن ممكن الان نرجع بالتفصيل اولا بالقطعات اظن العدالة الى حد الان الحمد لله تغيرت تماما اصبحت تنحلها عدالة التليفون المواطن انها يروح بالعدالة وحقه وما يخافش عليه نقدر نقوله بانا ارانا ننا تقت المواطن العدالة ارانا في طريق صحيح ولازم ندعمها والاستقلالية وكذلك خاصة يجب الاهتمام بالقوضات اعطاهم اجرى عالية لكي لا يعجم حتى واحد اعطاهم الامكانيات اعطاهم السكن باش يقولوا حقيقة الحرار كذلك النقطة التانية التي تتمس كل مواطنين وهي التربية ننظر السيد الوزير المحترم نقول التربية اعادة النظر جدريا في المناهج والبرامج الاعتماد على الهوية الوطنية التي تنحات في اليامات السابقة يجب اعادة النظر تغيير كل الناس للجنة لجنة البرامج التي كانت تمشي حسب اهواء الوزراء لازم تمشي حسب اهواء الوطن حسب هوية وجحب المواطنين ركزوا على اولا الهوية الوطنية الاسلام اللغة العربية الامازيغية التفتع على اللغات زيادة على ذلك وراهي موجودة في البرامج السيد وزير الول بارك الله فيكم وهي تخفيف المحفظة ولدنا كلهم مرضونا من قطاع التربية جيدة معنا هنعرف جيدا هذا تخفيف المحفظة نفس الشيء اظن مجموعة كبيرة طبعا هذه اظن من الاولويات ولكن باش نحطوها هذا البرامج سيد وزير الول هناك فئة لراحة جسد البرنامج الى ما اهتمناش به ما نجحوش مهما يكون مستوى البرنامج وهو عمال قطاع التربية الاساجداء والعاملين فيها انا نظر من الاولويات وهي مباشرة وهي الاستراع في تصحيح الاختلالات الموجات القانون الاساسي معناه لانه هو الذي يحكم المصر من هذه المعلمين الاستراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266-14 لأقرته الدولة الجزائرية ولم يطبق في قطاع التربية ويجب ان يطبق باطر رجعي من سنة 2014 هذا الظلم على عمال قطاع التربية كذلك يجب الآن لاحظنا اساتي التعلم الابتدائي وهو محضر الزاوية في قطاع التربية نهار التلميذ يكون في الابتدائي عنده مستوى ما نخافش عليه في المتواصل التنوي ممكن ما يسحقش حتى الاستد يجب توحيد التصنيف معناها نفس الشهادة نفس الأجرة مهما يكون الطور يدرس فيه اتدائي او متواصل تنوي وانا اقول يجب اعطاء الاولوية للابتدائي لانه هو الاساس في قطاع التربية ودركم أستاذ تعرفوا جيد جيدا هذا كذلك يجب لاعطاء للأستاذة للتكوين كيف نستطيع ان نكون ونعرف ان التكوين ضعيف في قطاع التربية يجب تخفيف الحجم السعي للأستاذ وتخصيص ساعات للتكوين فقط من اجل رفع مستوى قطاع التربية مستوى التعليم كذلك في المجتمع الان انا نظن الأستاذ تعبكلي والان اختلاف كبير يجب ارجاع المكان اللائق يبسط في المجتمع يجب ارجاع المكان اللائق وهي عن طريق عدة عوامل لدائري ذكرها في السكن في النقل الى اخره في توفير الامكانيات المؤسسات وهذا لتكافر الفرص بين الولايات الكبيرة والولايات الصغيرة نظر لدزائر واحدة واحدة مكاش في الميكولاج وقالها رئيس الجمهورية بارك الله فيه دوزيام كولاج يجب توحيد الامكانيات النقطة الثانية لحوث المواطنة هي الصحة طبعا ترجمة نانسي قنقر